مرحبا فيكم حباي في برج الميزان. بشكركم على دعم القناة طبعا وبرشكر كل الابراج كل المشتركين. بتهيئة للميزان بلش يتنفس. بلش يعني له فترة يمكن شهر. بلش يعني يشوف نتائج شغله او بشكل عام. بتذكر من قراءتنا الماضية. عندك نجاح كبير هذا الشهر يا ميزان. ان شاء الله على خير انت بتستاهل يعني من الناس اللي بيشتغلوا كتير. بيشتغلوا بمش بالكمية. ازقي كتير بشغلهم. بيشتغلوا قليل بس بزكاء. بيقول لك عندك نجاح كبير او شهر النجاح هذا. انا زي ما قولت احلى شهر. الطاقات عم بتكون اسد سرطان. اه على فكرة السرطان مرتين. ما ببعرف ليش. عم بتكون اه قولنا في اسد اه سرطان اه عم بتكون نارية. هوائية مائية. اكتر شي مائية عم بتكون. اه في عرض. عرض ممكن يكون عمل. ممكن يكون اه بما انه بجنب هذا الكرت اه عرض عاطفي. عرض زواج ممكن يكون. لبرج الميزان عم كنت عم تنتظره اليك فترة طويلة وعم تشتغل عليه. اه ماسك حالك اه بشكل فضيع عن الطرف الثاني. اه في حب كبير شايفة. وسعادة ما بين الطرفين. ولكن. دائما في ولكن. ما بحب هاي الكلمة. اه لانو بيجي بعدها. بس لا ان شاء الله يعني الامور تمام. اه بس انه اه شايفة فيه الطرف الاخر. اذا كان خاصة هوائي. اه شايفة من الطرف الاخر او مائي. شايفة من الطرف الاخر فيه شوية غموض. فيه شوية اه امور عم بيخبيها عليك. اه نحزر من هذا الموضوع. شايفة فيه سعادة بناتكم وحب. ولكن هذا الطرف عم بيخفي اه امر معين. مع انه ما فتحنا اه توضيحات ولا لبرش. بس حابة افتح بسكرت واحد توضيح شو ممكن يكون هادا الموضوع. لانه عم بيخبي شي. شو ممكن يكون هادا الموضوع? آه موضوع آآ موضوع آآ موضوع آآ موضوع عم يخفي عليك. اما وقعة هو عم آآ يعني فيه في وقعة عنده آآ بالمادة آآ آآ عم يشتغل كتير على هذا الموضوع آآ او يمكن عم بيخبي لك يمكن هذا هذا الكرت يكون ايجابي كمان يعني. يمكن عم يخبي عليك انه عم يشتغل لحتى يعمل هذا البيت بيت الزوجية او لحتى يتقدم لك. فبشوفه كرت ايجابي اكتر ما هو سلبي يعني. آآ عم بشوفك. انت وياه كتير آآ عم تعطو الامان لبعض هاي الفترة. آآ عم بيكون في يعني برج الميزان بشكل عام بامان هاي الفترة. بفترة من الفترات يعني من السنة اكم من شهر كانوا حاسين حالهم شوي آآ على كف عفريت يعني خاصة بالشغل او حتى بالعطف حتى المتزوجين. كان حاس حاله الميزان انه على كف عفريت باي فترة ممكن يصير في طلاق يصير في آآ ترويحة من الشغل يصير في امور معينة. ولكن هذا الشهر شهر الامان يعني راح تحس حالك انه خلاص آآ الامور ترتبت آآ خاصة في العمل. ممكن كمان في العاطفة على جميع الاصعدة انا بشوفه لانه طاعتك العامة حتى طلعت نجاح. فرح تحقق نجاح معين تطوي فيه صفحة صفحة اشخاص حقودين آآ ممكن تكون علاقة ثالثة آآ عم تطوي صفحة عم تنهي نهاية في آآ ممكن تكون في العمل او في العاطفة في العمل اكتر بشوفها آآ آآ عفوا وعم بتروح لبر الامان. ميزان عم تعمل آآ كتير توازن ما بين العاطفة والعمل من بعد آآ فترة وانت عم كتير عم بتركز على العمل اكتر او على المادة اكتر عم تعطي العيلة كتير من وقتك آآ هاي الفترة عم تهتم اكتر بالأمور المشاعر والحب والآآ وهاي الامور عم ممكن كمان تكون عندك سفرية سريعة آآ سفر سريع على عمل آآ رح يكون على خير وآآ ونجاح. عم بشوف عندك كل الادوات لحتى انك آآ آآ تنجح هاي الفترة. هاي الفترة كتير كتير حلوة لبرج الميزان رح تكون آآ بعدين خاصة ان الميزان اللي انا بعرفهم كلهم يعني تقريبا هلأ عم بكونهم مبشوطين وعم عم آآ الحمد يعني امورهم عم بتصير من حسن لا احسن. وبالورق كمان هاد الشي مبين بين انه فيه سعادة آآ سعادة هاي مش سعادة مؤقتة. سعادة آآ فيها استمرارية. يعني الكرتين فوق بعض. سعادة بالزواج. سعادة مع الزوج آآ مع الحبيب آآ في موضوع جدي رح ينطرح يمكن. مش يمكن اكيد من الورق مبين. آآ عم بتكون ساحر شوي هاي الفترة العين عليك آآ عم تتكرم عم آآ يوصلك مديح من الشرق والغرب آآ عم بشوف سيتك او سمعتك عم بتكون عال العال هاي الفترة آآ وخاصة في العمل يا نيزان. فالورق مطمئن يعني احلى ورق لحديث الان. ممكن يكون احلى احلى برج هاد الشهر ان شاء الله. نفتح شوي على العاطفة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. آه شوف نجاح على الصعيدين قلتلك مش بس على الصعيدين حتى الصحة عم بتكون كتير حلوة وعم تتحسن عم تطلع من فترة خلينا نقول فيها تعب نفسي فيها تفكير فيها تخوفات عم تحط إجر على إجر وخلاص يعني انتهت المخاوف عندك وكأنك زي ما حكينا فيه تطمينات كتيرة لهذا الشهر رح توصلك تطمينات رح توصلك أخبار فيه وعد فيه في ترقية في العمل مع انه هذا الكرت عاطفي ولكن العمل كمان مصر انه يظهر ففيه فيه علو شأن بالعمل فيه ترقية انت كنت موعود فيها لك فترة طويلة وعم تجيك برضو مع انه عاطفي للورق ولكن بما انه مفتاح معناته معاك مفتاح قلب الحبيب ممكن تغيير سكن ممكن تغيير سيارة ولكن الورق عاطفي يعني المعنى المجمل للورق انه فيه من بعد من بعد ما خلص يعني اتوقعت انه نهاية المشوار توقعت انه انتهى الموضوع كان فيه انثى او كان فيه طرف عم يتدخل في الموضوع عم بيحاول انه يعركس الأمور شايفيت له نهاية عم ينتهي هذا الشخص عم بيكون فيه انتصار على هذا الشخص وزي ما قلتلك قبل شوي فيه شجرة العيلة مع الفلوس يعني التنتين هذا الشهر عم بتشوف نتائج حلوة على المجالين فيه شخص من طاقة خاصة ترابية كانت او نارية ممكن يطرح عليك فكرة الزواج او يعني يتقدم لك فعلا شايفة فيه كمان شخص جاي من يعني شخص قديم عندك يا جاي بقلب صافي جاي بعرض حلو يمكن بكلام حلو انا بشوف فيه رجوة للناس اللي عم تكون منفصلة للعزاب قلتلكم فيه فرصة انه يكون فيه خاصة العزاب اللي لهم فترة طويلة يعني اللي بيعتبروا حالهم انه متأخرين في الزواج عم بشوف فيه عندهم بوادر خير هاي الفترة فيه عرض جديد من شخص ممكن يكون ناري ممكن يكون مائي هدول الاشخاص اللي متأخرين في الزواج ممكن هذا العرض يكون من هذا الشخص لو انتوا شكين في شخص يعني معين عم بشوف هذا الشخص ممكن على فكرة يكون جدا غني او ما عرف لوسي كتير ما بعرف لش بيان عنا هاي الصفة بس هي المسيطرة على الموضوع شايفيته شخص جدي اكتر ما هو عاطفي عقلاني اكتر ما هو عاطفي نرجع للاشخاص المنفصلين او حتى اللي على علاقة عم بشوف فيه وعود او ترسيم للعلاقة او الموضوع رح يتطور بشكل من الاشكال عم تجتازوا مرحلة من التخوفات والطرف اللي كان متدخل اذا كان طرف ثالث فهو رح ينتهي شايفي فيه له نهاية في هاي الفترة ممكن تنتد لنوفمبر بس يعني اكتوبر على الاغلب رح ينتهي هاي الطرف او شوي خف مفعوله بالشكل عام نشوف تحزير لال نيزان هذا الشهر اذا كان وراء تحزير احيانا ما بتطلع تحزير رح طلع شغلة حلوة فيه شخص من برج ممكن يكون مائي او هوائي هذا الشخص او حتى ترابي بس اكتر شي هوائي او ناري هذا الشخص ممكن يكون انثى طبعا على الاغلب عم بتكنلك الشر عم بتكنلك هذا الشخص ازية معينة يعني يمكن عم بستنى الفرصة المناسبة ولكن زي ما بشوف بالكرت عندك عناية الهية بس انه تحزير من هذا الشخص اذا كان فيه شخص في حياتك بهاي المواصفات ادير بالك منه في محيطك خلينا نشوف مصج من الحبيب شو حابب يقولك شو حابب يقولك انه هو بالنسبة له مش ناسيك ابدا بتمنى انه انه انت كامل ما تكون ناسي اه وكأنه فيه عوائق او شغلات بتمنع انه يقولك هذا الكلام لانه يعني اجي بالمسج اجي بالبس بيقولك انه هو بخير انه تطمان اه انه علاقتكم ما انتهت ولا رح تنتهي الحلاقة زي ما قلتلكم فيها استمرارية يعني زي كأنه بيقولك انه استنى او بيحاول يحكي لك انه تنتظره كتير كرت حلو للميزان بيقولك فيه فرصة جدا جميلة هذا الشهر طبعا مش نبين ايش على اي صعيد ولكن اه الميزان شاطر بالتقاط الفرص فبيقولك فيه فرصة حلوة كتير هذا الشهر فالتقطها ما تخليها تروح عليك حباي ببرج الميزان بشوفكم بالفيديو الجاي وباي اشتركوا في القناة